ثمن عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مارب اللواء سلطان بن علي العرادة دور البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ووقوف الاشقاء المتواصل إلى جانب الشعب اليمني والحكومة لسيما في هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء ممارسات ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وبحث اللواء العرادة مع مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لمحافظات مارب والجوف وحجة علي عبدالله الدوسري تدخلات البرنامج وآثارها التنموية والإنسانية واستمع اللواء العرادة إلى تقرير موجز عن المشاريع المعتمدة مؤخرا لمحافظة مارب في مجالات الطرق والتعليم العام والمياه والصحة والشباب والرياضة واطلع اللواء العرادة على الاستعدادات لبدء تنفيذ مشاريع إنشاء مبنى كلية الطب بمحافظة مارب والمرحلة الثانية من إعادة تأهيل الطريق الدولي العبر صافر والمجمع التعليمي للبنات وآشار اللواء العرادة إلى أهمية هذه المشاريع الإنسانية والتنموية على حاضر ومستقبل المحافظة وارتباطها بحياة الناس ومعيشتهم وتأهيلهم لصناعة المستقبل والإسهام في التنمية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة